خسيم غربة السلام عليكم هذا النهار 5 مايه 2023 جمعه مباركة الله يرحم جميع الأموات ديالنا ويشافي المرضى إن شاء الله شحامل الخطرة في الفيديوهات ديالي قلت بأن لا المجلس أعلى للحسابات ولا المجالس الجهوية للحسابات ما تقدر تحط رجليها في شي جامعة كما بغت تكون ولو تكون قاروية في شي خلا بأقل من الجنوبية هذا يعني خلي المنتخبون يشفروا كما بغوا أنا ما كان عمامش كان ينزهاء ولكن كينش فارا الدولة نظرة ليسوء تسيير الشق الداخلي ديال الميل في السحرة بغت تشريل هنا بغت تشريل سلم اجتماعي وكتلوح في الملاير كتلوح في الملاير هكك لا حسيب ولا راقب كنقولها وكنعودها أمام القضاء أمام المسؤولين ديالنا لسنا متساويين نحن المغاربة واحد المنتخب في طانجة لا يساوي واحد المنتخب في مدينة داخلة ولا العيون ولا بوشدور ولا طرفايا ولا ماشي بحل بحل ديال طانجة ولا ديال القصر الكبير ولا ديال منعفت فيه ندير هكا ولا هكا في تسير يتم معزله كيمشي للحبس كنشوهو في صحافة تشغير ما كيخلوا ما يديروا ليه بأقل مينة جنوبية يضربها كحلز حل ويدي الصندوق ويدي معاه كل شي وما كايش اللي يتكلم وما كايش اللي يدوي كتعرفوا الدولة ديال ربح يلدأ في ذاك الوحل ولكن بسوء تسيرها النهار تبغي تطبق القانون على الجميع تحصل لأنه ولفات اقتصاد الريع ولفات تشري الدمم بوحد طريقة شغل نقول لكم غابية غابية أقالي من الجنوبية عامرة بالناس شرافاء كاينين الكفاءات كاينين الناس وأنا كنتكلم على الأغلبية كاينين الناس اللي بغي الخير لهذا الوطن وبالنسبة نفيصها لولدك شيعني آخر اهتماماتهم آخر اهتماماتهم ما كيش ذاك شي ناس كتخمم وطنيين بغوا يخدموا بغوا ذاك المناطق تهية تزيد القدام من ناحية التنمية من ناحية اللي بغي له للأسف الدولة عندها نظر أخرى شفتوا الفيديو اللي دار البارح حسن درهم مع الأخ والصديق المهداوي أشي قدي نقول لكم فضيحة أن الموقف اللي عندي من حسن درهم أنه اليوم كيتكلم على الفساد في جهة العيون الساقية الحمرة اللي هو كينتامي لها كنعود نكررها كنت نتمنى أنه شي شاب شي واحد اللي عاد دخل السياسة وكتشف فضاعت هاد الأرقام وتشفارت وذلك شي اللي كينتام هو اللي يخرج يتكلم حسن درهم خمسة وثلاثين عام ولا أربعين عام هو في التسير هو في السياسة حسن درهم بالنسبة لي واحد الإطار من الأطر دي الاقتصاد الرعي في أقلي من الجنوبية بالنسبة لي حتى تقاس حتى فلسة شركاتي عاد خرج كيدوي علش مدوش هدي عشر سنين علش مدوش هدي عشرين عام علش مدوش غير هدي اربع سنين ولكن وخاكك كنحييه على الشجاعة دياله كنحييه على الشجاعة دياله فاش خرج كيتكلم على الفساد في الجهة ومكننا باش نعرفه حجم حجم الفساد اللي كين ولكن في ظل سكوت الرئيس واللي معاه في جهة العيون الساقية الحمرة أمام هاد الاتهامات وذيك الأرقام وذيك كل شي اللي قال غادي نسميهم شفارة لأن هدي تشفارت ما كان تهمهمش ولكن محدهم ساكتين وما دووش وما رضوش وما مختاروش يقنات باش يتكلموا ويرضوا على حسن درهم هدي تشفارت الكبيرة تشفارت الكبيرة بالملاير أولا تانيا هادو أغنياء الحرب تالتا ديما كان نقول هاو كونديسيوني إلا جاب الله ما جاوبوش إلا جاب الله بقاو ساكتين أمام التهمات ديال حسن درهم هادو أخطر من المرتزقة ديال بوليزاريو كتعرف ديال بوليزاريو هالسلاح وكتعرفوا بأن العدو ديال كنت عارفو الأخطر هو كن قلس معاك وبغيتيني نقول مغربية الصحراء وندافع على الصحراء مغربية وبغيتيني خليني نشفار في الميزانية ونشفار في الميزانية لأن دوك الأرقام اللي ننطق بهم حسن درهم وبدون رد من الجهات المسؤولة هادي فضيحة هادي مصيبة من جهة الدولة المغربية سنسولها إلى متى تاني متعدش يلا دوزنا 44 عام تقريبا و46 عام من 75 وإحنا كنصرفه والمغرب كنصرف يلا هوليوم واش بقي كنلو حول ملاير شحل من جماعة شحل من جهة شحل من مسؤول مشات مضرب الفلوس حساسيات المنطقة ما كيقولوها غير فاسدين كيجي شي مسؤول كيكوفري على واحد المنتخب كيضربه ويا الفلوس النهار تبغي تدوي يقول لك حساسيات المنطقة وعرفتي ما حد الميل فيما زال ما تحلش والله العظيم بحكم التجربة ديالي بحكم الاحتكاك ديالي مع عدد من المسؤولين الى ما كينا غير تشفارت الى ما كينا غير تشفارت ما كيش اغلبية صاحقة اللي تعينوا في الصحراء رجعوا بالخيرات دير يدوا مع المنتخب دير يدوا ما تخافش التوح ما غير يقرب لك التوح ما غير يدويلي خلينا ناكله على خطرة واش هدول المغرب اللي كنحلموا به ما تجيوش عنا اليوم ما تجيوش عنا اليوم أيها المسؤولين المغربة وتقولوا لينا لا ترشيد النفقات لا رشدوا النفقات في المغرب كامل ما كيش جيها ما على جيها ودب اليوم عنا الصحراء وغدى عنا الريف ومن بعد عنا منطقة آخر واش هاد المنطق هذا علاش هاد الفرزيات اللي كينين بين الشعب المغرب احنا ديجا عارفين بينا امام القضاء احنا لسنا بمتساويين كيحلفوا مو واحد في أزمور كطيحوا لسنانو دخلوا الحبس واحد كيفرع الدولة المغربية كيهز الكالاش كيدير اللي بغيتوه مشا عند البوليزاريو رجعوا من جزائر وتنسيق وكل شي ما كتقدرواش دوما كو كنا الفلطافينا احنا كشعب هم مغسا نضربوا في الطبلة يا كنا مغربة يا امي المسؤولين حيدو سيروا بعدو مننا وخلونا نجونا مسؤولي كفاءات رجال رجال بالمواقف واللي غيطبقوا في الداخلي طبقوا في الناظر ويطبقوا في معدفين بحال بحال ما كيشي واحد يشفر وما كيشي واحد يزيد عليها في الوطنية ما كيشي واحد يجيه يقول لي وحساسية المنطقة وحساسية المنطقة سير كلام كنا مغربو كنا قوانين وهنا في الدولة غتزيد لقدام هاد النهار بعدها البارح داك الارقام بعبتي موخيفة والملايير كتشتت لحاسيب لا راقب هناك يتكلم حسن درهم على جهة الساقية الحمرة العيون الساقية الحمرة أرى نشوف الجماعة أرى نشوف الجماعات أرى نشوف عبتيو شنو فضيحة أرى نشوف المجلس الاقليمي هادو مصائب غادي نبدو من الفق وحنا نزلين نبدو بجهة قلميم وادنون قبل ما ندوزو إلى الجماعة دي القلميم إلى ما ندوزو الجماعات وحنا نزلها طانطان ونزلين طرفاية العيون صمارة بوشدور والداخلة والداخلة عاوتين غتشوفوا شي فضائح ذاك شي ما فيه ميتشاف واحتمل الجماعات الوهمية جماعات اللي ما كينياش ما كينياش كينا غير في الوراق وتهي عند الميزانية وتهي عند المنتخبون وتهي عند المستشارين وتهي عندها الفلوس والسيارة تكشي والجماعة الجماعة فاكم ما كينياش في أرض الواقع ما كينياش كينا غير في الوراق غادي نمشي لرئاسة الجماعة اسمحوا لي رئاسة جهة قلميم وادنون مضاركة بعيدة حاولت مع التقم دي الموقع مغرب تايمز البارح نتصلوا بها ما كتجاوبش بعض المنتخبون اللي معها ما كيجاوبوش إلا واحد اللي جاوبنا وطلب مني بأنني منذكر اسميته لأنه خايف من مباركة وخايف من ده لأنه في الأغلبية حدو قال لي يا ريضا ما يمكنش لي نجاوبك على هاتشي راه مباركة هي اللي مكلفة وكاتعرفوا هذا وده بحنا عاد بغينا مهم هذا يعني أنه ليس مجلس ديمقراطي أولا تانيا كتعرفوا ما كيش واحد الموقع على الأنترنت فيه ديال جيهة قلميم وادنون وفيه الميزانيات وفيه الأنشيطة وفيه كل شي مثلا ديال هاد العشر سنين الأخيرة ما كيناش رحت أقادير ما فيش نجايل المجلس الجيهة ديال سي كريم أشنجلي كتعرفوا ذك شي اللي قال حسن درهم تقريبا بحاله عندنا في قلميم غادي نرجع لكم قلميم وادنون وحتى طانطان واش كتعرفوا كانت قلميم واحد المدينة اللي سياحيا من تعشا وكانوا كل سبت صباح كيخرجوا قوافل ديال الحافلات السياحية غادي نسوق الجيمال ديال قوافل سياحية كانوا قلميم من تعشا اقتصاديا من جا بيعنا الصناعة التقليدية الكوميرس كل شي الحركة ديال طانطان شكو لك يعقل على الوين بي شكو لك يعقل على الباخرة مطعم اللي كانت تم طانطان كانت محركة فيها الحركة أنا ما نتكلمش على الكونتربونت اللي كانت كاتجي من الله سبان ماس وكاتتباع ولكن دوي غير علق احتل التسعينات وكيفش كانت الدنيا دايرة من تعشق الحركة كيجي واحد النهار كيقرر وزير الداخلي الأسبق الدريس المصري كيقرر هو شخصيا أن وجب معاقبة قلميم وطانطان غدينعاقبوا هاد المدون غدينهرسوهم غنطحنوهم لأن ولادهم هما ليستو جبهات البوليساريو لأن ولادهم هما اللي خلقين متاعيب للمغرب كتعرفوا الدريس البصري كان مشى لفرنسا لما ونفرسوا فرنسا وفي إحدى اللقاءات معاه سولتوا على هذه القضية وكتلي كيفش عطيتي التعليمات وش وصارحتوا وكتلي هدي ما كانتش تعليمات ديال الحسن الثانية الله يرحمه لأنني كنت سولت مولي يحمد العلوي لله يرحمه توافض نار كنت سولته وكان أكد لي أن السيد دريس البصري انتهى قال لي هو اللي اعطت تعليمات هو اللي دار وما ساق الخبار الحسن الثانية الله يرحمه إلا سنوات من بعد احتفت الفوت كيقول يا دريس البصري طريقة من الطرق باش هدوك الناس الله يهديهم كما خلقوا لنا المتاعب نخلقوا لهم متاعب هدوك كلمات دريس البصري الله يرحمه ولكن إلى عشر الأولاد ولا عشرين ولا ثلاثين وواحد اللي خلقوا لكم هدوك المتاعب مشي أمة دي البشر الساكنة قلمهم وطنطان يضحون أجلهم هدوك الناس اللي كانوا هربو لأن هنا في المغرب بلوقت لد العصى في واحد الوقيت اللي كانوا نوايهم عمرو كان يطلبوا باستقلال و للتحاجة بالتحاجة هم في اللول فاشغي بدون النضال رح كانوا باغين ضد المستعمير الإسباني ولكن كل وقت لد العصى وكانوا تقسموا على جوش كان شي وحدين اللي كانوا مشاو الحزب السقلال الأخرين مشاو الجهة أخرى مبعد شدوهم الجزائريين وكانوا شي اشتراكيين وهذا معهم وما اللي يدفعوهم وقالوا لهم سيروا الجهة أخرى هربوا الجزائر ستقطبوهم ومثل ما بدأت القصة وانتوبوا احنا كنا عارفين هاد شي نوك قلميم ودنون وطانطان كانت تعليمات دي الوزير الداخلية كانوا عيطوا الماراش اللي هو من كبار الرجالات السياحة بقى قدير وقالوا لي هتحبس الحافلات للقلميم وحبس علينا هاد شي وسالين نتموق تلها ديك المنطقة ودك شي اللي ترا المصيبة فين كينا ان هاد تعليمات تعطاتها دي تقريبا واحد سبعة وعشرين عام وبقى إلي ومنا هذا بقى إلي ومنا هذا واش قلميم غير باش تتحرك وتنتعش ودك شي علش ديك السوق للجمال وعش معطينا تعليمات هنا واجبنا السياح وبدنا وحرقنا حال لاش مطلقناش الفناديق اللي كانوا كي تتكلموا عليهم تم وانتعش تسياحة علش فينا هم المشاريع ديالدك المصريين في طانطان واتش بيكا فين فين هاد المشاريع كاملة كل شي متعتر وقلميمو طانطان فيهم أعلى نسبة ديال الشوماج للشباب قلميمو طانطان من المدن اللي ما ما بزيش تسكن فيهم ما عندك لاش تسكن فيهم اللي مكرفصين لبنية تحتية مكين ميدة تقلب على الاستثمارات اللي مخدمين الشباب وفرص العمال وهذا ما كعنش مكينتا حاجة تم وغادي نرجعول قلميمو طانطان جي هات قلميم طانطان مباركة بعيدة كنا تبعنا الفضيحة كيفاش عبد الرحيم بعيدة الأستاذ طيروه ما بغاوش يكون وجابوا بنت عمو مباركة بعيدة مباركة بعيدة ما غاديش تخلق لهم متاعي مباركة بعيدة اللي قالوا لها غاديدروا بيها ما بغاو غاديدروا بيها ما بغاو وخصهم وحدة من المنطقة اللي غا تكون خلوا عمع رساتها وباخير اللي قلتوها آمين وخا ليمن ليمن ليسر ليسر سير نيشار رجع مشاريار ما عندناش مشكل وحطهم باركة بعيدة شوفوا معايا هنشوفوا في الميزانية ديال تسير ديال قلميمو هدنون هتشوفوا معايا الفضيحة تعويضات الرئيس هدي دبا مباركة بعيدة الميليارديرة ميليارديرة غادي تاخد كتعويض هي والمستشارين سانويا ميتين وربعة وثلاثين مليون خدتها في الفين واثنين وعشرين وغادي تعاود تاخدها في الفين وثلاثة وعشرين انتي ميليارديرة لش بغيت هالتعويضات يكليك يقول لك مني كانت نمشي وانتخابات وغادي نمشي لشي مجلس منتخب كان مشي كانت طوع ماشي كانت نمشي باش نربح الفلوس علشة للمبركة بعيدة غادي تدي هاد ميتين وربعة وثلاثين مليون يعني ثلاثة وعشرين مليون شهريا وبزاف والتعياق مصاريف نقل الرئيسة مبركة بعيدة والمستشارين داخل المملكة العام اللي فات كانت ربعين مليون يعني ربعاة المليون الشهر خمسين مليون هاد العام بالخارج مصاريف نقل الرئيس ومستشارين بالخارج مية وعشرين مليون اللي اديتو تكونوك تطلعوا الصوارخ تكونوك تمشيو للعالم كلو وجبتو استثمارات وهذا ما كيشي واحد اللي قدر يحاسبكم يقول لكم اجيو اش درتو بهذا الفلوس مية وعشرين مليون ديال التنقل شنو مشي درتو في هذا الخارج اعطيونا اللائحة معناش الديموقراطية معناش مجتمع مجتمع مدني اللي قدر يحاسبكم من المفروض غادي تقول لي عندي مية وعشرين مليون ديال تنقل بالخارج غادي نتحاسب معك في البيض ديال الطيارة واللول واش خديته بتامن مزيان واش مشيتي في بيزنس كلاس ولا في كلاس ايكونوميك ولا شنو في نمشيتي وعلى الفندق وهذا ومن بعد نتحاسبوه معكم اعطيونا اشنو درتوه في هاد السفارية وشنو ارجع على قلميم جهة قلميم منافع واشتوه شي مستتمير واش درتوه شي حاجة مزيان هاد العام مية مليون مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل مملكة مافهمتش كانت واحد ربعين مليون نقل الرئيس ودبا تنقل واش نقل الرئيس يعني باركة بعيدة غادينا هزوها في العمارية ونديروا الكروسها ودك شي وغادينا بيها هي ربعين مليون وتنقلها يعني غا بتيف طيارة يمكن ماعفت مية وعشرين مليون تناشر مليون شهريا وهاد العام عودتاني مية وعشرين مليون مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين كل ما صافرته الخارج من غير هاد البيتجي اللول كان مصاريف دي المهمة فيها مية مليون ديتو العام اللي فات مية مليون هاد العام مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال الجهة كدفع مية مليون سنويا مية مليون مصاريف الاستقبال منك يجو عندكم الضيوف خمسين مليون مصاريف الإيواء والإطعام تلتمية وخمسين مليون العام اللي فات تلتمية وخمسين مليون هاد العام يعني سبعمية مليون غير في كروشكم والضيوف ديالكم وشعرتشنا هي تلتمية وخمسين مليون ديال الإيواء والإطعام هي خمسة وثلاثين مليون في الشهر وخد قلسوا في صوفيتيل وخد هاد الناس اللي كيجيوا لعندكم مصاريف الايواء والاطعام شنو شكون هادو شنو القيمة مضافة شنو الدور ديالهم لصالح جيهات قلبي موادنون مصاريف النقل شوف هاد لاغ يبغيك مصاريف النقل 60 مليون كانت العاملي فات 100 مليون 2023 لوازيم ومطبوعات لوازيم ومطبوعات جيهات قلبي موادنون 50 مليون العاملي فات 80 مليون هاد العام 2023 انا بغيت نعرف شنو كانت طبعوه كل شي رخاص كل شي ولا عادي هاد شي يمكن تكون قلتوه في 80ات كان كل شي مطابع وداو طف طف قيل خبطو 80 اليوم احنا في النماريك احنا كل شي دبه في شي بداي فقيت صفط ديرش 80 مليون الرواتب وتعويضات القرار للموظفين الرسميين ومتلائهم كتعرفوا جهات قلمهم الموظفين كتخلصوا في 2022 900 مليون لكلو بغيت غي نلاقي حاد الموظفين ونشوفوا كل واحد الراتب دياله هاد يشف فيها ونشوفوا الكفاءات وواش كاين كاينين الموظفين الأشباح وواش كاين والدعمتي والدخالتي وهذا وشي هاد العام 2023 ولات مليار زادت 100 مليون ما أعطوه الشراتي في ديال المباركة وعيدة زادت 100 مليون الله أعلم تعويضات عن المسؤولية 55 مليون 55 مليون في 23 مصارف احنا رجعنا أو تاني مصارف التنقل داخل المملكة اي رقبل منها 60 مليون وهذا العام 50 مليون مصارف المهمة بالخارج 40 مليون 22 40 مليون 23 مصارف النقل داخل المملكة أو تاني 30 مليون 30 مليون الصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية ذuğها البنايات الجهة صرفته غير الصيانة كنت كنت مع الصيانة ahora ما بنته ما درتهfrه الصيانة للبنايات الإدارية 300 مليون 2022 2023 400 مليون ويلي يا صاحبتي أنا ما بغيتش نقول تشفارت الكبيرة ما نقولهاش بزاف لا ما نقولهاش ولكن وبزاف وهدي غير انتي مليارديرة وهدي غير راكينتي يا بعيدة راكي العائلة الكبيرة وكو كنش يجيعان شو غير دير فاتش ما خلينا تجيعان والو الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي الماتيريال انفوماتيك العملفات الانتخوتين دياله في جهة قلمة موادنون الجهة الجهة كانت تكلم على مقر الجهة فيه لزورديناتور العملفات الانتخوتين 20 مليون وش عارفين شك تقوله ولا لا وش عارفتو بأن المخيرة كولر هذا كتسوى 80 الفرنك 70 الفرنك ومنه إلى خسرات لوحة ونجيب واحدة أخرى بـ 80 الفرنك لوحة في زبل ونجيب واحدة أخرى جديدة بـ 80 الفرنك دياله 20 مليون سانويا دياله انتخوتين سانويا الضحك على الضقون لقيتو الشعب بشي شكل وعارفتو كون نعطيو هاتشي الشي مجلس أعلى للحسابات ماشي ديال المغرب ديالشي بلاد واحدة أخرى في أوروبا كون هاتشي كامل وبنوا واحد الحبس خاص وخشوا فيه المنتخب ونالأمليكا نسمع بأن للذين بالعادة ويقاتل رقينا واحد الخمسة الاف منتخب كلها خصت تعزل لأن مصرحوش بمتلكات ديالهم غادي نقول لها لله باركا ما تضحك علينا الله يخليك إلا كانت خمسة الاف غادي نقول لك رقينا واحد الخمسة وعشرين ألف كلها خصت بشي الحبس نزيدو الصيانة الاعتيادية لعتاد وعتاد المكتب دابا جيها تقلمي موادنون فيها مكاتب هدو كل مكاتب الصيانة ديالهم يعني يخصوا مصمار خصوا فيرنية ولا شي حاجة كل عام عشرات لمليون يعني دابا عندكم شي نجار ولا شي بريكولور مليون شهر كي يدي قد تضحكوا علينا نيريش درتوا لهذا المغرب ما بويتش نقول واحد الكلمة اللي أنا غادي نكون قليل طرابي ولكن درتوا فيه بزارد الحويش لوازم المكتب مواد طيبعة والأوراق خمسين مليون اللي حرقتوا ديال الوراق وهذا العام 2023 80 مليون اللي طلبتوا ديال الوراق زعباء أولا كنتعرف لما كانستعملوا الوراق كانقولوا هادي الشجرة قطعناها في الأمازونية ولفشي بلاد وحد آخر نحن من نفسنا مني كان نكونوا كانحترموا البيئة وكان نحشموا وكان نخافوا وكان نحشموا على عارضنا ما كانستعملوش بزارد الوراق تانيا لما كان حرق 80 مليون ديال الوراق والمطبوعات مواد طيبعة يعني اللونك هو هذا 80 مليون سنويا سنقول لكم التشفار الكبيرة هادي لوازم العتاد التقني والمعلوماتي لوازم 20 مليون سنويا اللي قد حرقت جيهات قلميم وادنون لوازم نحن كنتكلمو غير لوازم لما موالوت خربعق شراء الوقود والزيوت جيهات قلميم بتنوبيلاتها قد تاكل 100 مليون سنويا وهذا العام 2023 150 مليون تصور هاد مباركة بعيدة عندها مع عائلتها والله يقوي عليهم الخير شركة بيتروم انا رئيس الجهة غادي مكليا نقول هاد 150 مليون غادي ندلها واحد الشرطة بحلكة وغادي نقول انا مباركة بعيدة ميسر علي الله استافت من بزاف ديال الحويج اللي اعطتنا الدول احنا من الناس الأقلي من الجنوبية ولينا بخير وعلى خير هاد 150 مليون انا غانتبرع بيها انا غانتجيبها وهاد 150 مليون بغيتكم تحيدوه هنا وديرو ليها صفر وهاد 150 حطوها ليه فحد الله يبغيك ديال مستشفى الحسن تهني ديروها في الأمور اللي هي اجتماعية شي حاجة اللي يزوينا قطع الغيار والإطارات المطاطية كتعرفو جئة قلمة بوادون كتاكل 40 مليون سنويا بحيال البنوات كتبدلو كل عام حنا كنعرفو فين غيب شو قاعة هاد طنوبيلات كيباش 40 مليون ديال البنوات إلا درنا احنا غير واحد الالفين درهم احنا مشي وعندهم طنوبيلات الباساطو هادا الفين درهم من البنو ضربوها فش حل غتعطيكم من البنو ف40 مليون نديرو هاد جهات قلمة موادنون عندها ربعات طراكسات وغادي تبدل لهم البنو مشي مرة في العام مرة في العامين واخ مشي واع وتاني الأفضع من هاد شي دراسة عامة 200 مليون شنه يا دراسة عامة عدتوني كيبقى هاد الغموض هنا في كيدخل الشيطان وهاد الغموض عنا في هاد شي كامل فيه الغموض وما كيش أنا كنقول لكم أحد نوابها ماقدرش يجاوبني كي يقولي يا واع فتي ما غير هاد شي كبير ورا شنه كبير 200 مليون دراسة عامة ده هاد مول دراسة عامة 2022 ده ومئتين مليون 2023 مئتين خرى عدتاني مصاريف الدراسات التقنية والتحاليل ها مئتين خرى ومئتين هاد العام عدتاني ده مئتين وغيزده مئتين خرى نقولوا لي يا واش والشعب الساكنة دي المدينة تقلمين تعيش الفقرة شبابها الشوماج ولخسوا يسلت ويجي الأقادير ويمشي شي جيها أخرى ضار بيضار رباط فين يقدر يخدم ولكن والأغلبين نواحي عايشين الفقر 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 كيجي وحدين يقولك تحاليل والدراسات وهذا وتقول هادو هما الـ FBI أتعب 40 مليون أتعب يلا شنا يد أتعب فلغ يبغيك الله يعلم أتعب استشارات قانونية يعني يعني ده باب مباركة بعيدة والناس اللي معها عندهم شي مبادرات شي يحتاجوا الاستشارات شي محامي هاد المحامي ولا هاد المحامين كيديو 40 مليون سنويا ده الله يخليكم غادي تتعاونوا معنا وما غاديش تخلصوا مني نعيدك في التلف ونعطيني استشارات وهذا ونزيدوا بهذا الجهة القدام وكنا وكنضل ما كيش محامي غادي يقول له 40 مليون رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية 40 مليون للسنة تصوروا معايا دابا المواصلات اللاسلكية 40 مليون مش إعلانات إدراجات ومصاري في النشر 40 مليون أو 40 مليون هكذا تشير الإعلانات مش حركة يديروا يدوزوا الإعلان إلا كانت شي يصفقة عمومية ولا شنو كتعرفوا بأن الإعلانات العمومية يكونوا ب120 درهام 160 درهام 100 درهام على الحساب أجهب هالا 40 مليون إعانات مقدمة للمؤسسات الخيرية العمومية 300 مليون 2022 2021 2023 400 مليون 400 إلا مشيتي الخيرية وللمؤسسات الخيرية في قلم وشتو حالتهم شتو الظروف ديال الوليدات أنا كنظرتهم يمكن هدي واحد العام مهم إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية 280 مليون 2022 عبتوش حال خدو في 2023 وكلم معهم وكل شي هضر للملعام إلى ما شي تشفرت إلى ما شي كيلوي ودرع الدولة يتعطونها هاتش وتخلينا ما ندروا فيه اللي بغينا وما تدوش معنا ولا نقرب لها ما حفظ عرفتوا واحد القادية هنا اتفاقية هذه عجبات نتيجة اتفاقية شركة من أجل تأهيل وتمكين النساء الحرفية ودعم التعاونية النسائية بالجهة والإدماج الاقتصادي في وضعية إعاقة والنساء في وضعية صعبة مهم خصوا لهم واحد المليار قالوا وغا ندعمه منك تسمعها الأرقام والنساء غا يكونوا في قلميم بخير وعلى خير وعندهم واحد للساندر قدشنا هو لأنه عندهم مليار سانويا ديالدعم وبأن النساء لفضعية إعاقة ولا فضعية صعبة ولا عايشين في نعيم جهة قلميم ودنون ميزانية ديالها ديال 2022 44 مليار 689 الميزانية ديالها في 2023 46 توقع إلكتروني ديالجهة قلميم ودنون وفي هاد الوطائق موجودين وفيه التدقيق لما كان صافر للخريج اللي بيضافيون وهدي 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 وهش درت المواطنين كي تبعوا عندي أنشطات تقافية للجهة عطات وهشنو وهعلاش وهنعيكسات وهالبشر جعل الخير ولله ولشنو هاد ولا هدي الديمقراطية هاد شي اللي كان تكلم عليه اليوم من فساد رعنا تحنا في قدير رمزاق نتكلم لغا يقول يا ريضا ونسيتي جهة ديالكم أنا جايها في طريق لأن هديك فضيحة أوتاني مصيبة كبير من هدي لنبارك بعيدا ومن معها هدي مصيبة كان عرفو فيك الوطنية الصادقة كان عرفو في العائلة ديالك الوطنية الكبيرة ولكن هاد شوها هدي غادي نقول لك هادر لي الملعام أنا ما بتش نقول لك هدي تشفارة الكبيرة ما نقول هاش ولكن بزاف أما القادية ديالعشرات الملاير ديالصبا غادي القلميم واتنون أنا داك النهار قلتها غادي نسبغوا الكرة أرضية كاملة ونديروا لها الوينت اختار الوينت اللي بغيتي بعشرات المليار ونشوف شي شركة سبونسور معاك وسبغوا من القلميم وجيبوا دور القرى أرضية ورجعوا القلميم عشرات المليار لا يمكن شي فيزيبل عندك أنت وسيد الوالي والناس كاملين اللي تم شي حاجة ما بقداش ولا إلا أنتو مالي صادقين وإحنا الشعب المغربي كامل رجعتونا كوامبا حيت بزيف ونرجع لحسن درهم في الاستجواب اللي دار البرح ولوقت مك يتكلم مولانا أعطانا صاحب الجلال أعطانا صاحب أعفق الله يرحملك الوالدي لا أنت ولا غيرك خليوا مالك البلاد في التقار ما أعطاكم ما تعطيوه بارك قلتيها يمكن واحد بترب من 40 مرة في خلال استجواب ديال اللي بارح وقتا ما كان شي واحد دير شي يفضيها احنا مع جلالة المالك وحنا مع الأسرة العلوية وداخله مفتقار خليوا جلالة المالك لملفات الكبرى لملفات الكبرى ديال تسير ديال هاد البلاد والتقابي وتشفارت والنصب والاحتيال وهاد شي خليوا القضاء وخليوا نحنا الشعب ننضلوا من أجل نفضحوها هاد المفسدين آملين أن القضاء غادي تحرك ويكون منصف والقضاء ما يديرش الفرق بين واحد في الجنوب واحد في الشمال كنا مغاربة كنا سواسية وكنا حاملين البطاقة الوطنية المغرب تبارك الله عليكم والله يحفظنا ويحفظكم ساكينة قلميم وادنون تحية لكم أشنو غادي نقول لكم تعيشونا التهميش تعيشونا التفقير سياسة التفقير جهات قلميم كانت مو منهجة شحال هادي انتو مو طنطان كانت منو الأمور تصلح ولكني في ظل هاد شي اللي كان شوفو أمبارك أبو عيدا وهذا لا أظن وشي حاجة غلت تحرك إلى ما كانت شي تزعزعاني جاي من الفوق ولا شي زيارة ملكية ولا شي واحد يجي ويفتح حصات شلتماش كديروه أرى وكيفاش علاش يلا الله يستر أموركم في هذه الجمعة هادي والله يحفظكم ويحفظ بلادنا من الفاسدين المفسدين وغادي نبقوا متفائلين في مستقبل هذا الوطن